أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطاهرين وعلى رهطه الأكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مولد مبارك ميمون تقر به العيون يقول أمير المؤمنين عليه السلام نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج يتناول هذا القول المبارك لأمير المؤمنين بالبيان والتفسير ثم أنطلق من هذا القول إلى بيان بعض فضائله سلام الله عليه نحن الشعار والأصحاب يقول نحن يشير إلى نفسه المقدسة وهو أبدا يأتي بلفظ الجمع ومراده الواحد الشعار ما يلي الجسد من الثياب فهو أقرب من سائرها إليه ومراده من هذا التعبير الإختصاص برسول الله صلى الله عليه وآله نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب الخزنة يقول يمكن أن يعني أمرين الأمر الأول خزنة العلم وأبواب العلم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتي الباب وقوله فيه خازن علمي وقال تارة أخرى عيبة علمي ويمكن أن يعني به مو خزنة العلم وأبواب العلم لا خزنة الجنة وأبواب الجنة أي لا يدخل الجنة إلا من وافى بولايتنا فقد جاء في حقه الخبر الشائع المستفيد أنه قسيم النار والجنة أنه قسيم النار والجنة ويذكر ابن أبي الحديد مقولة لأبي عبيد الهروي في الجمع بين الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث يقول لما كان محبه من أهل الجنة ومغضه من أهل النار كأنه بهذا الاعتبار قسيم النار والجنة أي حملا على المجاز حملا على الاتساع يقول وقال أبو عبيد وقال غير هؤلاء بل هو قسيمها بنفسه في الحقيقة يدخل قوما إلى الجنة ويدخل قوما إلى النار يعلق ابن أبي الحديد على هذا القول يقول وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيرا هو ما يطابق الأخبار الواردة فيه يقول للنار هذا لي فدعيه وهذا لك فخذيه هذا المعنى معنى المقاسمة يتناوله الحافظ الحلي في إحدى غذيريات الأمين يقول يا منبع الأسرار يا سر المهيمن في الممالك يا قطب دائرة الوجود وعين منبعه كذلك والعين والسر الذي منه تلقنة الملائك ما لاح صبح في الدجا إلا وأسفر عن جمالك يا ابن الأطائب والطواهر والفواطم والعواتك أنت الأمان من الردى أنت النجاة من المهالك أنت الصراط المستقيم قسيم جنات الأرائك والنار مفزعها إليك وأنت مالك أمر مالك يا من تجلى بالجمال فشق بردة كل حالك صلى عليك الله من هاد إلى خير المسالك صلوا على محمد محمد وعاليم انطلاقا من هذا القول المبارك لأمير المؤمنين نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب يعقد ابن أبي الحديد فصلا جميلا وجليلا شاملا وكاملا عنونه بهذا العنوان ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل علي عليه السلام ويقدم له بهذه المقدمة الجميلة يقول واعلم أن أمير المؤمنين عليا لو فخر بنفسه وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آتاه الله تعالى إياها واختصه بها وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة لم يبلغ إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره يقول ولست أعني بذلك الأخبار العامة الشائعة التي يحتج بها الإمامية على إمامته كخبر الغدير والمنزلة وقصة براءة وخبر المناجات وقصة خيبر وخبر الدار بمكة في ابتداء الدعوة ونحو ذلك إذن ما الذي يعنيه قال بل الأخبار الخاصة التي رواها فيه أئمة الحديث التي لم يحصل أقل القليل منها لغيره يقول وأنا أذكر من ذلك شيئا يسيرا مما رواه علماء الحديث الذين لا يتهمون فيه وجلهم قائلون بتفضيل غيره عليه فروايتهم فضائلة توجب من سكون النفس ما لا توجبه رواية غيرهم من هذه الأخبار الخبر الأول زينة الأبرار يا علي إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إليه منها هي زينة الأبرار عند الله تعالى الزهد في الدنيا جعلك لا ترزأ من الدنيا شيئا أي لا تأخذ ولا ترزأ الدنيا منك شيئا ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما من يروي هذا الخبر يرويه ابو نعيم الحافظ في حلية الأولياء وأحمد بن حنبل في المسند وزاد فيه فطوبى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أضغضك وكذب فيك هذا هو الخبر الأول الخبر الثاني وترتيبه في الأخبار الخبر الرابع علي والأنبياء أمير الممين سلام الله علي يمثل ملتقى الأنبياء خلاصة الأنبياء معدن الكرم وسلالة المجد الأقدم من أراد رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه وإلى آدم في علمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب يروي هذا الخبر أحمد بن حنبل في مسنده يروي هذا الخبر أحمد بن حنبل في مسنده وأحمد البيهقي في صحيحه من الأخبار أيضا التراب المقدس والذي نفسي بيده هذا أسلوب من أرقى الأساليب من أعلى الأساليب في توكيد مضمون في التوكيد والتسديد والتأييد للدلالة ومضمونها وهو أسلوب القسم ما الذي يلجئ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القسم هو النبأ العظيم والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملئ من المسلمين إلا أخذ التراب من تحت قدميك للبركة من يرويه أحمد بن حنبل في المسند المحدث الصدوق في كتابه المعاني عند باب يقول باب معنى أبي تراب الرواية عن أبايا ابن ربعي يقول سألت عبد الله بن عباس لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أبا تراب قال أنه صاحب الأرض وحجة الله على أهلها بعده وبه بقاؤها وإليه سكونها وإذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفة والكرامة قال يا ليتني كنت ترابا وذلك أي يا ليتني كنت من شيعة علي من أصحاب علي وذلك قول الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هو هذا الكافر هو الجاحد لنص الولاية لنص الغدير لنص الإمامة في الآية في سورة المائدة الآية 67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يوم يقوم الروح هناك نبأ عظيم إلى أن يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هو أبو تراب الحق من ربك فلا تكن من الممترين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وأنت يا علي أبو تراب هذا المعنى يشير إليه الشاعر العمري عبد الباقي العمري يقول يا أبو الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما علموه أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه خلق الله آدم من تراب وهو ابن له وأنت أبوه والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملئ من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة من القصائد الرائعة من أجمل ما كتبه الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في ديوانه قصيدته إلى أبي تراب ثمانية وخمسون بيتا تتدفق على البحر الكامل يقول أبا تراب وللتراب وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين والناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون لكن من هذا التراب حوافرا ومن التراب حواجب وعيون فإذا استطال بك التراب فعاذر فلأنت من هذا التراب جمين ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت فالجذر ليس يموت وهو دفين لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون من الأخبار أيضا في الترتيب والتسلسل الخبر السابع السعيد من أحب علي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على الحجيج عشية عرفة ويوم عرفة يوم عظيم وذو فضل عظيم يوم عظيم وذو شأن عميم ما معنى أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا اليوم الذي يعبر عنه القرآن الكريم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود اليوم المشهود كما في الرواية عن أبي عبد الله الصادق بأنه يوم عرفة يعرفه إمام نازين العابدين اللهم هذا يوم عرفة يوم شرفته وكرمته وعظمته نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك وأزلت فيه عطيتك وتفضلت به على عبادك عندما يخرج رسول الله في هذا اليوم مبشرا ومؤكدا على مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الله قد باهى بكم الملائكة عامة وغفر لكم عامة وباهى بعلي خاصة وغفر له خاصة إني قائل لكم قولا غير محاب فيه لقرابتي إن السعيد كل السعيد من أحب علي في حياته وبعد موته صلوا على محمد وعلي محمد من الأخبار أيضا والوا علي من بعدي من سره هذا الخبار يرويه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويضفل جنة عدن التي غرسها ربي فليوالي علي من بعدي وليوالي وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهما وعلما فويل للمكذبين من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنا لهم الله شفاعتي إنها الولاية شمس تشرق على جميع الأعمال وتشرف على قبولها ولم ينادى بشيء لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية في الخصال للمحدث الصدوق الرواي عن أبي عبد الله عرج بالنبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها بالولاية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض أكثر مما أوصاه بالفرائض في حديث سلسلة الذهب عن إمامنا الرضا سلام الله عليه عن آبائه الطاهرين عن رسول الله عن جبرائيل عن ميكائيل عن اللوح عن القلم قال يقول الله تبارك وتعالى ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمين من عذابي أمين من عذابي الله محمد لمحمد إمامنا الباقر سلام الله عليه لما يمر بهذه الآيات في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم أحمل بن حنبل يقول وجيبنا رواية الإمام الباقر لأنها أشمل يقول كما في الحديث يقول الصديقون ثلاثة حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ومؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم إمامنا الباقر سلام الله عليه في تفسير الآيات الثلاثة من سورة الواقعة من سورة أمير المؤمنين يقول السابقون أربعة ابن آدم المقتول وسابق في أمة موسى وهو مؤمن آل فرعون وسابق في أمة عيسى وهو حبيب النجار والسابق في أمة محمد علي بن أبي طالب إنها الولاية وما قيمة الأعمال بدون الولاية الآية الثالثة والعشرون في سورة الفرقان تجيب عن ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الأعمال بدون الولاية هباء منثور عصف مأكول هباء منبث غثاء أحوى جرف نهار حطام ركام هشيم تذروف الرياح تذروف الرياح أبو حمز الثمالي كما ينقل أميد الإسلام في تفسيره لما يمر بهذه الآيات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدا للعالمين فيه آيات بينات وهو الآية الكبرى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يقول سألنا علي بن الحسين عليه السلام أي البقاع أفضل فقلنا الله تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم فقال لنا أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لا ينفعه ذلك شيئا لا ينفعه ذلك شيئا هذا المعنى يؤكده إمامنا الباقر سلام الله عليه في الآية من سورة طاها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يقول ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت لا خير في الدنيا كما في الرواية عن أبي عبد الله إلا لأحد رجلين رجل يزداد في كل يوم إحسانا ورجل يتذارك ذنبه بالتوبة وأنا له بالتوبة والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت أعيت صفاتك أهل الرأي والنظري وأوردتهم حياظ العجز والخطر أنت الذي دق معناه لمعتبري يا آية الله بل يا فتنة البشر وحجة الله بل يا منتهى القدري عن تشف معناه ذو الفكر الدقيق وهن وفيك رب العلا أهل العقول فتن أنّا بحدك يا نور الإله فطن يا من إليه إشارات العقول ومن فيه الألباء تحت العجز والخطر بلقف سرّك موسى فجّر الحجر وأنت صاحبه إذ صاحب الخضر وفيك نوح نجى والفلك فيه جر يا سرّة لنبي جاء مشتهر وسرّة لنبي غير مشتهر والحمد لله رب العالمي شكرا للمشاهدة